اواجهك يا اخي حمو اواجهك يا اخي حمو انا احب الشيء نضافه وترتيب لا لا اطول لا طول عمرك مرتب يا قلبي طول عمرك مرتب خلا بعض الناس يتعلم الحين بس نحط الزعت أرجوك ايه فقرة لاكل عليه ما شاء الله تبارك الله تخصص ايه تخصص الله يأتك رافي يا اخي حمو الا عندي سؤال ايه من مسوعه انا قاعد عندي سؤالة باسئلك يا بس مأخر السؤال قلبي اشياء ونزل بك النور ايه اقول انا من عذر بس احطة قطرة ازل بك وينة الحلاق خربة ومشاء الله لا هالمرة ما توفقت في الحلاق كل اشياء قلبي اشوف اشوف الجاة ثانية لا المرة حاول بك صاوت عباسم الله بالخير ماشاكم صفوة الجوف طبي زيت زيتون درجة اولى بكر عليك صفوة الجوف صفوة الجوف اللي يذكر يا جماعة الخير قبل تقريباً شهرين رحنا الجوف وغطينا المزرعة وكيف ينطقون لك حبات الزيتون من الأشجار بعناية إلى المصنع إلى الجلون إلى العميل شوف ما شاء الله تباوة الزيتون أسعار رائعة جداً وعرضات من الآخر اشتر ثلاثة جوالين وحصم على واحد مجانة الزيت عليك والزعتر عليك عدة بكيجات عند صفوة الجوف وبأسعار ممتازة جداً ارفع الشاشة فوق وخذ زيتك من صفوة الجوف تدعيك ما شاء الله تبارك الله صفوة الزيت بدون فلتر بدون شيء وأنا رحت وصورت المزرعة عندهم مزرعة ضخمة يا جماعة الخير مليانة زيتون وعندهم مصنع للزيتون وعندهم عناية في منتجهم صفوة الجوف اللي راح يجربه مرة راح يجربه كل مرة ما شاء الله تبارك الله وهذه فرصة يا أخوان نحن نستبدل الزيوت الغير صحية بزيت الزيتون الصحي ما دوم في عروض بطلة بطلة يا بدويل بطلة بطلة ما دوم في عروض يا جماعة الخير طويلة عشو غذبتين ولا يا عف يب جيبه جيبه عشو غذبتين عمرنا ما نسوي حلون امرتاب لا زمي تبارك خبراتيا من عشيز الله دي كل جهة دي كل جهة اي ريحة زعتر تضرب في راسي شوفي ريحة طيقفات ما عارف تفتر كما زعتر صفوة الجوف حكاية ثانية لا تقولي الزعتر طعمة واحد لا حبيبي الزعتر يفرق من شركة لشركة من محل لمحل كيف تركيبة وخلطة اعداد الزعتر ورهته هذا ما شاء الله تبارك الله بس تفتح الكيسة شوفي ريحة زعتر تضرب في راسي هذا يا جماعة الخير ما مش باستعداد كما ترفضت في الكيسة كما ترفضت في الكيسة ما كان ما كان ما كان ما كان شوفي ريحة يعطي يعطي انا تخذ زيت الزيتون من صفوة الجوف غط خبزتك في الزيت وبعدها خلت تروح على الزعتر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ادمان تغميس تغميس خلص بلا هجوم بلا هجوم بلا هجوم بلا هجوم ما يجيب راسي كذف القلاص بلا هجوم بلا هجوم بلا هجوم والله العظيم يا جماعة ما في احد من الشباب قاعد يأكل ويتندد الحين عشان انها اعلان لا ورب البيت عشان انه لذيذ واحنا ننبسط اذا جاننا اعلان صفوة الجوف حطينا الزعتر والزيت وقاعدنا مناري لا ابو اختي ذي يقري 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 انا افسطه اعلان اعلان اذا اكل اكل صحي ماشاء الله بولع مسجلة بعض الناس بعض الناس شالوا ظلفان احقونا احقونا على احقونا على هذا المحال